اشتركوا في القناة اواخد قرد من شخص اواخد قرد من شركة في اكتر من طريقة لسداد هذا القرد الاول القرد عبارة عن مبلغ باخده او بستلفه او سلفة او قرد لمدة معينة بمعدل معين هنا بقى هنيجي لطريقة السداد طريقة السداد هنسدد ازاي عندي اكتر من طريقة لسداد القرود ممكن حضرتك تيجي في نهاية المدة تسدد القرد والفوايد بتاعته لان طبعا زي ما احنا عارفين مفيش قرد من غير فوايد حضرتك خدت قرد وليكن عشر تلاف جنيه لازم هتسددهم بقيمة اكبر من العشر تلاف ممكن تسددهم حداشر الف يبقى اصل القرد بتاعي عشر تلاف والفوايد بتاعتي الف يبقى انا مطلوب مني في نهاية المدة ولتكن سنتين في نهاية السنتين مطلوب مني ان اسدد العشر تلاف وكمان اسدد الالف جنيه اللي هو الفوايد بتاعت هذا القرد دي اول طريقة وتعالوا مع بعض نشوف مثال على الطريقة دي اللي هي سداد قيمة القرد وفوائده في نهاية مدة القرد سداد قيمة القرد وفوائده في نهاية مدة القرد معنى كده ان هاخد القرد وفي نهاية المدة هبتدي اسدد حاجتين القرد والفوايد مع بعض ودي كأنها مسألة جملة اللي درسناها في الترم او في النصف الدراسي الاول باخد بحسب الجملة للمبلغ وبتتسدد الجملة دي امتى في نهاية مدة القرد لذلك جاب لي تمرين جميل جدا على الجزئية دي وبنقول هنتعامل معاه لانه مسألة جملة التمرين بيقول ايه سداد قيمة القرد وفوائده ونهاية مدة القرد بيقول لي اشترى تاجر بيقول لي اشترى تاجر بضاعة بمبلغ عشرين الف جنيه يبقى التاجر دهو راح اشترى بضاعة بمبلغ كام عشرين الف جنيه راح لتاجر تاني او لشركة قال لهم انا عاوز منكم بضاعة بعشرين الف جنيه واتفق مع الباقي على دفع نصف الثمن عند الاستلام يبقى الراجل دهو راح للشركة وقال لهم انا هقدر ادفع نصف الثمن عند الايه عند الاستلام ويدفع النصف المتبقي بعد ثلاث شهور من تاريخ الاستلام كلنا ركزنا ان المدة هنا بالايه بالشهور احسب جملة المبلغ المدفوع في نهاية المدة المتفق عليها اذا علمت ان معدل الفايدة البسيطة المستخدم تسعة في المية عايزين كلنا نركز في حتين في التمرين ان التاجر اشترى بضاعة بعشرين الف بس مش هياخر العشرين الف كلهم هيسدد العشر تلاف جنيه ايسدد نصف العشرين الف دول نقدا يبقى يسدد عشر تلاف جنيه فورا ونقدا يبقى الدين اللي عليه او القرد اللي عليه بقى كام قلتين العشر التانين برافو عليك يبقى هنا اول حاجة عايزين نقولها مع بعض ان التاجر ده تمن البضاعة تمن البضاعة بتاعتنا عبارة عن عشرين الف جنيه تمن البضاعة كام عشرين الف جنيه نصف السمن اللي هو العشر تلاف ده هاعتبره القرد بتاعي يبقى ده نصف السمن بتاعنا ليه؟ لانه قال لي اشترى تاجر بضاعة بمبلغ عشرين الف البضاعة كانت بكام بعشرين الف جنيه اهي اشترى تاجر بضاعة بمبلغ عشرين الف جنيه واتفق مع الباقي على دفع نصف نصف السمن عند الاستلام يبقى دفع النصف يبقى عليه هو كمان النصف لاننا عندي العشرين الف عبارة عن العشرة وعشرة ده النص والنص ده هيدفع فورا وده هيعتبر قرد يبقى انا اتفقنا كده ان العشرين الف هنقسمهم نصفين النصف الاول يدفع فورا والنصف الثاني قرد طيب حضرتك عاوز ايه بقى قلتلي هيتحاسب هيتحاسب بمعدل تسعة في المية ومدة القرد هنا بالشهور يبقى الشهور بتاعتنا عبارة عن تلت شهور وطبعا علشان بالشهور بنقسم على كام على اتناشر افتكت كده معايا قانون الجملة بتاعترم الاول الجملة من خطوة واحدة اقدر اجيب الجملة بيساوي اصل القرد او اصل المبلغ في واحد زائد المعدل عالمية في الشهور على اتناشر كده احنا كتبنا قانون الجملة تعالى بقى نعوض في القانون تقول لي اذا القرد او ما يسدده التاجر تداد عن القرد وفاوضه اللي جملته اصل القرد كان عشر تلاف جنيه افتح كوص واحد زائد المعدل عندنا قلنا كام قلنا تسعة عالمية في الشهور اللي عندنا تلاتة تلات شهور على اتناشر اذا التاجر هيسدد العشر تلاف جنيه بعد تلات شهور يقدر يسددهم عشر تلاف متين خمسة وعشرين جنيه يبقى لو حضرك اشتريت تلاجة بعشر تلاف جنيه وقلت له ده انا هسدد بعد ثلاث شهور مش هتقدر تدفع العشر تلاف جنيه فقط ده انت هتدفع عشر تلاف متين خمسة وعشرين ليه لان حضرتك اتأخرت ثلاث شهور او طلبت تأجيل ثلاث شهور والتاجر حسب عليك فواية تأخير بمعدل تسعة في المية فاضطرت تحسب جملة هذا المبلغ او جملة العشر تلاف جنيه بمعدل تسعة في المية في نهاية ثلاث شهور يطلع معاك الجملة عشر تلاف متين خمسة وعشرين جنيه اذا لو انت اشتريت اي شيء بالقص او اي شيء اه بالاجل بتدفع عليه فواية تأخير وبالتالي المبلغ بيزيد عن اصل القرد او عن اصل المبلغ لانه بيضاف عليه قيمة الفوايد فبيتحسب لك على انه جملة ده طبعا اذا كانت المدة بالشهور نقدر كمان نشوف لو كانت المدة بالسنوات او لو كانت المدة بالايام وزي ما انت عايز ما عندكش مشكلة وكل ده احنا اعتبر ده لسنا في الترمي الاول لذلك عايزين نتخطى الجزء ده يعني ممكن ناخد مسألة سريعة كمان ونبدأ في الطريقة الجديدة يعني لما يقول لي قرد اتناشر الف جنيه قرد اتناشر الف جنيه يسدد بعد تلات سنوات يسدد بعد كم سنة تلات سنوات خد بالك ان القرد اتناشر الف وهيتسدد بعد كم سنة تلات سنوات ب معدل فائدة بسيطة عشرة في المية سنوية احسب جملة ما يسدده المدينة طبعا احنا قلنا القرد اتناشر الف يبقى لي القرد او الالف بكام باثناشر الف جنيه المعدل هنا بعشرة في المية طيب خد بالك كويس ان هنا المدة بايه برافو عليك قلتلي المدة بالسنوات اذا قانون الجملة هنا اقدر اقول له ان جملة القرد بتساوي الف في واحد زائد المعدل العالمية في النون علشان بالسنوات مش هقسم على اثناشر ولا على تلتمية وستين لان دي بالسنوات هقامل ايه بعد كده اطبق القانون الجميل بتاعي واقول له الجملة بتاعتنا هتساوي اصل القرد اثناشر الف في واحد زائد المعدل عشرة عالمية في المدة بتاعتنا ثلاث سنوات وتمسك القرد بتاعتك على طول احسب معايا كده هتقول لي اثناشر الف نفتح قوس واحد زائد عشرة عالمية في ثلاثة على طول هتلاقي ان المبلغ بتاعك هنا ايه اللي حصل له حصل زيادة للمبلغ وهيتسدد خمستاشر الف وستمائة جنيه يبقى هنا الاثناشر الف المبلغ او القرد كان اثناشر الف اما عند السداد تم سداده بقيمة خمستاشر الف وستمائة يعني اتحساب له فوائد بتلات تلاف وستمائة جنيه ده كانت اول طريقة من طرق سداد الكروه عندي طريقة تانية وسهلة جدا اللي هي سداد الفوائد مقدما مع دفع القرد نهاية المدة يبقى احنا عايزين ناخد بالنا ايه اللي حصل هنا قال لي ان انا هاخد قرد من البنك البنك هيبتدي يحسب الفايدة بتاعته وليكن القرد بتاعي عشر تلاف جنيه اتفقت مع البنك قدر يحسب الفوائد بتاعته ولتكن الفين جنيه يبقى انا هنا القرد بتاعي كان عشر تلاف هيتحسب له فوائد كام الفين البنك هيبتدي ياخد الفوائد مباشرة البنك ياخد الفوائد مباشرة مقدما ويديني بقية المبلغ على ان هو ده القرد يبقى البنك هنا ضمن حقه في الاول او خد الفوائد بصورة مقدمة وابتدى يديني بقية القرد وانا اسدد في نهاية المدة ايه بقى مش اسدد فوائد خلاص لان البنك ياخد الفوائد او خد جزء منها هبتدي اسدد القرد ولو فيه جزء من الفوائد تاني هسدده اما لو ما فيش جزء من الفوائد بقى في نهاية المدة هسدد القرد الاصلي فقط نشوف تمرين على الحالة دي ونمشيها واحدة واحدة بيقولي قرد 20 الف جنيه فيه تاجر اقترض من بنك 20 الف جنيه القرد ده كان مدته 8 شهور خد بالك كويس معايا يبقى مديني القرد ب20 الف جنيه مدة هذا القرد 8 شهور بمعدل فايدة بسيطة 12% يبقى هنا اداني القرد ب20 الف اداني مدة القرد ب8 شهور بمعدل فايدة بسيطة 12% سنويا على ان تخصم نصف الفوائد خد بالك هنا زي ما اتفقنا ده قال لي نصف الفوائد قال لي ايه هنا النصف الفوائد يعني ايه نصف الفوائد يعني يحسب الفايدة واخصم نصفها من القرد الا انا هاخده مقدما من اصل القرد ويسدد المدين في نهاية مدة القرد اصل القرد مع ما تبقى من فوائد هنا بقى طالب مني ايه عايز المعدل الحقيقي الذي المعدل الحقيقي الذي حققه البنك طيب نشوف مع بعض هنا جماعة ايه اللي حصل في التمرين تاني هنا القرد 20000 جنيه مدة القرد 8 شهور معدل الفايدة البسيطة 12% دايما اعزائي الطلبة والطالبات احنا دايما في حلقاتنا نتبع لحاجة جميلة جدا ان دايما طلع معطيات التمرين قدامك واقرأ التمرين بهدوء وتركيز لان قراءتك للتمرين بصورة هادئة وبتركيز عالي بتقدر تشوف حاجات انت ما كنت شايفة في القراءة السريعة هنا ايه اللي حصل يريد ان الراجل خاد بس البنك كان ليه شرط غريب شوية قال له ايه قال له القرد بتاعك ده عشرين الف انا هحسب الفوائد الاول وبعد ما نحسب الفوائد هاخد نص الفوائد مؤدم وبعدين يا عم هسيبك تاخد القرد والنص التاني من الفوائد تسددهم في نهاية التمنشور براحة بس شرطي ان ناخد نص الفوائد دي عشرين الف الشهور تمنشور او مدة القرد المعدل اتناشر في المية مديني تلت حاجات في التمرين يبقى اول حاجة هنشوفها نطلع معطيات التمرين قدامنا القرد بكام بعشرين الف معدل الفايدة المستخدم باثناشر في المية مدة القرد بتمن شهور خد بالك ان المدة بالشهور سامح حد شاطر بيقول لي انا مستر اقدر احسب الفايدة دي مسألة سهلة جدا برافو عليك طيب ممكن تعلمني احسب الفايدة ازاي انا هتعلم منك وانت شاطر كويس والحمد الله جاي ابنمر كويسة معانا على شاشة مصر التعليمية او مصر التعليم الفني في النص الدراسي الاول علمني احسب الفايدة ازاي قلتلي الفايدة بتساوي بس خلي بالك يا مصر دا الفايدة هنا المدة بالايه بالشهور قلتلي بقى الفايدة بتساوي الف في عين عالمية في شين على 12 عشان المدة بالشهور برافو عليك تعال نعمل القانون دا ونشتغله مع بعض قلتلي الفايدة هتساوي اصل القرد في المعدل العالمية في الشهور على كام على 12 تمام برافو عليك نقدر نحسب مع بعض قلتلي طبعا يبقى الفايد بتساوي اصل القرد ب20 الف المعدل بتاعنا ب12 عالمية الشهور بتاعتنا ب8 على 12 لما هتمسك القلل حزب بتاعتك وتحسب تلاقي ان الفايد بتاعتك طلعت ب16 جنيه دي الفايدة طيب وبعدين اقدر اقولك خد بالك ان الفايدة 1600 بس كان فيه شرط ان اخد نصف الفايد مقدما برضو عليك يبقى نصف الفايدة بتاعتي كان 800 جنيه يبقى ما تسلمه المدين ما تسلمه المدين كان المفروض ياخد قرد كام 20 ألف البنك قاله لأ ده انا لازم اخصم نصف الفايد بتاعتك 800 يبقى المدين هيستلم كام 19 ألف ومتين خد بالك ان كده المدين القرد الحقيقي اللي هيستلمه وقت التسليم مش العشرين ألف ده هياخد العشرين ألف منقوصا منه نصف الفايدة بتاعت العشرين ألف لمدة 8 شهور بمعدة 12% اللي حسبناها مع بعض كانت 800 اذا المدين هيتسلم فئة ديه 19 ألف ومتين المبلغ بتاعك هيبقى كام 19 ألف ومتين تب خد بالك بقى ده انت هتسدد 19 ألف ومتين دول بتسددهم كام برافو عليك هتسددهم 20 ألف 800 ليه القرد الأصلي 20 وحضرتك نصف الفوائد اللي اتضافت عليها ولسه هتسددها هتدفع كام 20 ألف وكام وطمنمية سمع طالب شاطر جدا قال لي معنى كلام حضرتك ان الفايدة هنا هتكون 1600 جنيه زي ما احنا اتفقنا طيب يلا بقى نعوض في قانون الفايدة ده قلتلي الفايدة بتساوي ألف في عين على مية في الشهور على 12 برافو عليك تعالا نعوض هنشيل الفايدة دي ونحط 1600 هنشيل المبلغ ونحط كام او هتقول لي 20 ألف لا خلاص بقى يبقى نشيل القرد بقى والمبلغ ونحط كام 19 ألف ومتين كاي اللي بيحل في مسألة جديدة خالص معدل الفايدة بتاعنا معرفوش ازاي يا مصدر ما وكان مديني معدل 12 اقول لك لا دا المعدل اللي هو كان البنك بيحسبني عليه اللي اتفق معايا به انما المعدل الحقيق انما المعدل الحقيقي انا لسا معرفوش يبقى المعدل انا ما اعرفوش في الشهور بتاعتنا كام تمانية على اتناشر يبقى هنا الف وستمية وتشتغل بالآلة الحزبة 19 الف ومتين في تمانية على اتناشر في مية يطلع على طول مية تمانية وعشرين مية تمانية وعشرين ايه بقى؟ العين اللي احنا ما نعرفهاش المعدل الحقي اذا المعدل الحقي بتاعنا اهو هيساوف الالف وستمية على المية تمانية وعشرين برافو عليك هتلاقي يطلع اتناشر ونص في المية سنويا فمع طالب الشاطر بيقول لي يا مستر ده يعني معنى كده ان البنك اتفق معايا على اتناشر في المية انما لما حسبت اللي حصل بالزبط طلع ان المعدل الحقيقي بكام؟ باتناشر ونص في المية يعني اكبر من المعدل اللي اتفق معايا البنك عليه ده عشان كده بنسميه المعدل الحقيقي يبا ده المعدل الحقيقي اللي احنا ادرنا نحسبه في التمرين بتاعنا يبقى خد بارك ان الطريقة دي ايه اللي بيحصل فيها؟ البنك بيتفق معاك على شيء على كارد مثلا بعشرين الف ويقولك انا هاخد فوائد وليكن الفوائد دي تلات تلاف جنيه انا هاخد الفوائد الاول يعني هحسب لك اديك كارد عشرين الف بس بشرط احسب الفوائد بتاعتي واخدها مقدما قبل ما انت تاخد القرد كمان يبقى اذا العشرين الف لما البنك ياخد منك التلات تلاف الفوائد ويديك المتبقي من القرد هتاخد سبعتاشر الف هنا ايه اللي حصل؟ السبعتاشر الف دول هيعتبروا مبلغ جديد عشان اقدر احل بيها التمرين واقدر اجيب المعدل الحقيقي واعتبر ان الفوائد بتلات تلاف والمعدل مجهول واشوف المدة بتاعتي بالشهور ولا بالسنوات وبعدين اخلص المعدل بتاعتي اطلع المعدل الحقي بتاعي ودايما هيكون المعدل الحقي اكبر من المعدل الموجود بالتمريد ده كان الطريقة التانية او طريقة سداد الفوائد مقدما مع سداد القرد في نهاية المدة او سداد او سداد جزء من الفوائد مقدما مع تأخير باقي الفوائد مع القرد الاصلي في نهاية المدة عندي بقى طريقة جميلة جدا اسمها طريقة الاستهلاكات المتساوية ودي من اهم الموضوعات النهاردة في الحلقة بتاعتنا طريقة الاستهلاكات المتساوية دي عبارة عن ايه؟ دي طريقة من الطرق السهلة لسداد القروض ولكن بنعمل جدوى البسيط اتمنى ان انت تركز معي كتير او فيه يعني دي من اشهر الطرق اللي احنا بنتدي نتعامل معها في القروض واللي هي شبه هي المتدولة في التعاملات المالية علشان كده هنشوف الطريقة دي بس قبل ما نشوف الطريقة دي عايزين نفتكر كده مع بعض كام قانون للطريقة دي علشان نبتدي نتعامل بيها مع بعض اسمها ايه الطريقة؟ اسمها طريقة الاستهلاك المتساوية اللي هنرمز ليه بالرمز كاف مين؟ كاف يعني استهلاك كاف يعني استهلاك ومين متساوي يبقى دي الاستهلاك الايه؟ المتساوي طريقة الاستهلاك المتساوي دي اول حاجة بنعملها بنجيب عدد الاستهلاكات بتاعتنا بقوله ان عدد الاستهلاكات عليش هنطول عليك دقيقة واحدة بالضبط عشان تفهم كويس معايا عدد الاستهلاكات اللي هي اسمها نون بتساوي المدة اللي في التمرين او المدة كلها على وحدة زمن بعد ما اجيب عدد الاستهلاكات اقدر دلوقتي اجيب الاستهلاك المتساوي والاستهلاك المتساوي هنا هيساوي القرد على عدد الاستهلاكات القرد على عدد الاستهلاكات بعد كده هنعمل جدوى الضريف جدا عايزك تركز معايا فيه الجدوى ده عبارة عن ايه؟ نشوف مع بعض الفترة ورصيد القرد اول الفترة وفايدة الرصيد او الفايدة على رصيد اول المدة وبعدين الاستهلاك المتساوي وده طبعا يكون رقم ثابت وبعدين القصد واخر حاجة رصيد اخر الفترة تعالوا مع بعض كده نكتبهم تاني ادي الفترة اللي عندي وقادي رصيد القرد اول الفترة والفايدة والاستهلاك المتساوي وده هيكون رقم ثابت زي ما هيطلع من هنا وبعد كده بحسب حاجة اسمها القصد والقصد ده عبارة عن الاستهلاك المتساوي زائد الفايدة وطبعا مش محتاج افكرك ان الفايدة بتساوي رصيد اول في المعدل على مية في اه وحدات الزمن على كام اتناشر او في الشهور بتاعت الفايدة اذا كانت ربع سنوية او نصف سنوية لو ربعي بتارت على اتناشر تلتيب اربعة على اتناشر نصف باستة على اتناشر اخر حاجة بقول رصيد اخر الفترة وبقسم الجدوى اللي عندي لفترات اللي طلعت معايا حسب النون اللي معايا طيب ممكن نشوف تمرين ونحل الكلام ده مع بعض علشان نبتدي نطبق براحتنا في التمرين الرجل بيقول لي اقترض شخص اربع تلاف جنيه لمدة سنتين التاجر ده خد من البنك اربع تلاف جنيه لمدة كام لمدة سنتين بمعدل فائدة بسيطة اربعتاشر في المية سنويا معدل فائدة بسيطة كام اربعتاشر في المية سنويا ايه اللي حصل هنا على ان يستهلك او يسدد هذا القرد باقصات نصف سنوية متساوية من الاصل فقط وخلي بالك بميز هذه الطريقة بكلمة من الاصل فقط ركز تاني كده معي بميز هذه الطريقة بكلمة من الاصل فقط يعني بيقول لي تاني اقترض شخص اربع تلاف جنيه لمدة سنتين بمعدل فائدة بسيطة اربعتاشر في المية بمعدل فائدة بسيطة اربعتاشر في في المية على ان يسدد هذا القرد باقصات نصف سنوية متساوية من الاصل فقط مع دفع فائدة على الرصيد في نهاية كل ست شهور معدل اتناشر في المية معدل اتناشر في المية مع دفع فائدة على رصيد نهاية كل ست شهور بطريقة الاستهلاكات المتساوية وازاي مصطر احدد الطريقة حتى لو ما قالكش الاستهلاكات المتساوية بعرفها منين لما بيقول لي كلمة من الاصل فقط مع دفع فايدة على رصيد في نهاية كل ست شهور خد بالك عايز قيمة الاستهلاك المتساوي وعاوز جدول استهلاك الكارب تعالا معايا كده لحظة واحدة هنحن مع بعض ودايما بنتفق مع بعض ان اطلع معطيات التمرين برحتي اشوف الكارده قد ايه المعدل قد ايه المدة كلها قد ايه وحدة الزمن اللي بيسدد فيها الكارده قد ايه ونبتدي نتعامل يبايا اذا بطلع اربع معطيات من التمرين اول معطى بطلعه اشوف قيمة الكارده قد ايه برافو عليك قلتلي الكارده 4000 الكارده كام 4000 معدل الفايدة عندي اتناشر في المية المعدل كام اتناشر في المية خد بالك ان المدة كلها الراجل بيقول لي لمدة سنتين لمدة كام سنتين اه يبقى المدة كلها سنتين بضرب في اتناشر عشان احولها لاربعة وعشرين شهر يبقى السنتين في اتناشر باربعة وعشرين شهر على ان يسدد هذا القرض باقصات نصف سنوية يبقى دي وحدة الزمن اللي عندي وحدة الزمن الوحدة قال لي نصف سنوية يبقى انا على طول شاطر وعارف ان دي ست شهور او هو قرهلك كمان بعد كده مع دفع فايدة على الرصيد في نهاية كل ست شهور هعمل ايه مصطر بعد كده اول حاجة افكر اجيبها عدد الاستهلاكات نون اقول له عدد الاستهلاكات اللي هي اسمها ايه نون والنون هنا بتسوي ايه بتقول للمدة كلها على وحدة زمن يعني المدة كلها هنا بكام قلت لي برافو عليك ب24 على وحدة زمن ب6 24 على ال6 فيها 4 يبقى حضرتك في هنا اربع استهلاكات متساوية او اربع اقصاك او اربع فايد زي ما انت عايزي بفيه اربع استهلاكات متساوية طيب اقدر اجيب قيمة الاستهلاك المتساوي اقول له طبعا الاستهلاك المتساوي بيساوي اصل القرض اللي عندي على عدد الاستهلاكات طيب هو اصل القرض اللي عندنا بكام قلت لي اربع تلاف عند حضرتك كام استهلاك اربع برافو عليك اربع تلاف على الاربع يبقى الاستهلاك المتساوي سابت بالف جنيه الاستهلاك المتساوي سابت بكام بالف جنيه خد بالك ان كده قدرنا نحصل على الاستهلاك المتساوي طيب لو انا عايز احسب الفايدة في اي وقت افكرك بس بقانون الفايدة قبل ما ندخل في الجدول الفايدة بتساوي رصيد اول في المعدة العالمية في وحدة الزمن على اتناشر عايز تجيب بقى الفايدة الاولى الفايدة التانية اي فايدة عندك تقدر تتعامل بها خد بالك ان انا كده قدرت احصل على عدد الاستهلاكات والاستهلاك المتساوي طيب ما فعلا كان طالب اول مطلوب حساب قيمة الاستهلاك المتساوي تمام احنا اخدنا جزء من الدرجة ولكن المطلوب التاني عايز جدوى الاستهلاك القرد طيب يا مستر جدوى الاستهلاك القرد هنا هو طالب الجدوى الكله اه تفرق يا مستر تفرق كتير لو طالب الجدوى الكله يبقى انا هشتغل من الفترة الاولى للفترة الاخيرة لو طالب سنة واحدة يبقى هتوقف عند نصف الفترات لانه كانت المدة سنتين وهنشوف مع بعض في بقية التمرين احنا هنشتغل الجزئية ديت ازاي يعني لما يطلب الجدول كله دي لها حل ولما يطلب جزء سواء من اول من اول الفترة الاولى او الفترات الاخيرة دي لها حل تاني طيب افكر حضرتك بقى بشكل الجدول قلت لي شكل الجدول هنقول اول حاجة الفترات وبعدين رصيد اول المدة وبعدين بجيب الفوائد بتاعتي وبعدين الاستهلاك المتساوي والقصد ورصيد اخر الفترة تعالوا نشوف مع بعض كده طبعا بتسطر الجدول الجميل بتاعك اهو دي الفترة وعندي رصيد اول او رصيد القرض اول الفترة وعندي الفوائد اللي هنحسبها والاستهلاك المتساوي وده بالمناسبة الرقم السابت اللي طلع معايا وبعدين بحسب القصد اللي هو الفايدة زائد الاستهلاك المتساوي الخنتين اللي جنب بعض وبعدين بقول رصيد اخر الفترة علشان نبتدي نشتغل مع بعض عايز اقول لك شوية ملاحظات صغيرة جدا اول حاجة اتنين تلاتة اربع فترات طيب احنا اتفقنا كلنا ان الخانة دي ثابتة رصيد اول الفترة الاولى هو القرد الاصلي طيب بكام القرد الاصلي ده يا مستر افتكر كده معايا في التمرين اخترر شخص اربع تلاف جنيه يبقى دي اربع تلاف في حاجة كمان ثابتة مهمة جدا عندي اللي هي ايه الاستهلاك المتساوي برافو عليك شايفة كنتم بتقول احنا لسه حاسبين الاستهلاك المتساوي كان بقى الف جنيه اهو اجيب خانة الاستهلاك واقول له الف 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 ادي خانة الاستهلاك المتساوي بعد كده هعمل ايه خد بالك كويس ايه اللي هيحصل رصيد اخر اي فترة بيسوي رصيد اول ناقص الاستهلاك المتساوي علشان كده انا عملتلك دي باللون الاحمر ايه ودي باللون الاحمر يبني اقول لك رصيد اخر الفترة بيساوي ايه قلتلي رصيد اول ناقص الاستهلاك يعني رصيد اخر الفترة الاولى بيساوي اربع تلاف ناقص الف رصيد اول الفترة الاولى بيساوي اربع تلاف ناقص الف هتمسك القلة بتاعتك وتقول لي اربع تلاف ناقص الف يعني تلات تلاف جنيه يعني كام عملت ايه طرحت الاربع تلاف ناقص الالف اداني تلات تلاف جنيه طيب خد بالك ان رصيد اخر اي فترة هو رصيد اول الفترة التالية لها يعني رصيد اخر الفترة الاولى هعتبره رصيد اول الفترة التانية يبقى كده التلات تلاف دي هبدأ بيها رصيد اخر الفترة الاولى هو رصيد اول الفترة التانية وبعدين اقول له عايز اجيب رصيد اخر الفترة التانية تلات تلاف ناقص الف فيها الالفين وابدأ بيها الفترة التالتة وبعدين اقول له الفين ناقص الف يبقى الف وابدأ بيها الفترة الرابعة اقول له الف ناقص الف يبقى صفر يبقى ايه صفر اذا انت ماشي سليم والمسألة ماشية معاك بمنتهى البساطة ومنتهى الجمال هنا بقى هنعمل ايه اقول له برافو عليك ده سؤال مهم جدا نقصني خنتين مهمين خنت الفوائد وخانة القص دايما ابدأ بخانة الفوائد لاني مقدرش اجيب خانة القص الا ما يكون معايا الفوائد لان القص بيساوي الفايدة زائد الاستيلاك الا بقى لو في طرق اخرى بس احنا نمشي بطريقة الجدول وطريقة الكتاب اقول له بمنتهى البساطة ان عايز اجيب الفايدة الاولى اضرب 4000 في المعدل 12 على 100 في الشهور اللي هي 6 شهور على 12 اشتغل كده معايا بالالة يطلع الفايدة الاولى بـ 240 يطلع الفايدة الاولى بـ 240 يلا نجيب الفايدة التانية 3000 في 12 على 100 في 6 على 12 يطلع معاك على طول بـ 180 يلا نجيب الفايدة التالتة 2000 في 12 على 100 في 6 على 12 يطلع معاك 120 اخر حاجة او الفايدة الفترة الرابعة ويساوي رصيد اول الفترة الرابعة اللي هو 1000 في المعدل 12 على 100 في الشهور 6 على 12 يطلع على طول 60 جنيه طيب وبعد كده مستر عايز تجمع الفايد لو انت عايز تجيب مجموع الفايد مع بعض هتجمع 240 زائد 180 زائد 120 زائد 60 هيطلعوا مع بعض 600 جنيه عايز تجمع الاستهلاكات ودي خطوة مهمة جدا 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 ان مجموع الاستهلاكات لازم يدي القرد الاصلي لازم يدي القرد الاصلي طيب اخر حاجة بقى الاستر متساوي عاوز مني ايه في الاستر متساوي اقولك بمنتهى البساطة اقولك القصة المتساوي بيساوي الفايدة زائد الاستهلاك المتساوي يعني يا مستر اجمع الخنتين دول زي ما انت شايف يديك الخانة اللي بعدهم يعني لو انا عايز اجيب القصة الاول بيساوي الفايدة الاولى زائد الاستهلاك المتساوي او الاستهلاك المتساوي زائد الفايدة الاولى يطلع الف 240 عاوز أجيب القص التاني أو الالف زائد 180 يطلع 1180 القص التالت أقدر أو الالف زائد 120 يبقى 1120 والقص الرابع ألف زائد 60 هيطلع 1060 تبتدي تجمع مجموع القصات اللي عندك يطلع 4600 سمع طالب شاطر جدا بقول لي ده أنا ملاحظ أن مجموع القصات بيساوي مجموع الاستهلاكات زائد مجموع الفوائد أو مجموع الفوائد بيساوي مجموع القصات ناقص مجموع الاستهلاكات طبعا برافو عليك يبقى هنا لازم نعرف أن خانة القص هبارة عن مجموع خانة الفوائد زائد مجموع خانة الاستهلاك المتساوي وخد بالك زي ما قلنا ان رصيد اخر اي سنة بيساوي رصيد اول نقص الاستهلاك المتساوي ولازم تعرف ان في السنة الاخيرة او في الفترة الاخيرة الفترة الاخيرة رصيد اول بيساوي الاستهلاك المتساوي بيساوي رصيد اخر الفترة قبل الاخيرة يبقى في ثلاث حاجات بيساوي بعض رصيد اخر الفترة الاخيرة بيساوي رصيد اول الفترة الاخيرة بيساوي الاستهلاك المتساوي علشان لما اطرح رصيد اول نقص الاستهلاك المتساوي لازم المسألة بتاعتك توصل معاك للصفر زي ما بنسميها بنقول صفارت معاك يبقى انت ماشي بطريقة سليمة يبقى هنا ممكن يجي لك اسئلة في طريقة اسئلة نظرية في طريقة الاستهلاكات المتساوية يقول لك في طريقة الاستهلاكات المتساوية او في جدوى الاستهلاك المتساوي تكون رصيد القرد اول الفترة الاولى رصيد أول الفترة قولها بيساوي تقوله طبعا القرد الأصني ورصيد آخر الفترة الأخيرة بيساوي تقول لي 0 وكمان تقول لي رصيد آخر الفترة قبل الأخيرة بيساوي رصيد أول الفترة الأخيرة بيساوي نقطة بيساوي الاستهلاك المتساوي دي كانت أو كان تمرين سهل وجميل على طريقة الاستهلاك المتساوي عندنا كمان بعض التمرين المهمة اللي نقدر نشتغلها على طريقة الاستهلاك المتساوي ممكن نقول كمان تمرين سهل وجميل جدا علشان ايدك تتعود على شغل الجدول جدول الاستهلاك المتساوي جدول سهل جدا ولكن طريقة حله لما تمشي بخطوات ثابتة ومعينة بتساهل عليك الدنيا بابدأ برسم الجدول ست خانات الفترة رصيد القرد اول الفترة الفايدة الاستهلاك المتساوي الاصل وبعدين رصيد القرد اخر الفترة رسمت الجدول بتاعك ست خانات دايما رصيد اول الفترة الاولى بيساوي القرد الاصلي وبعدين بحط الاستهلاك المتساوي رقم ثابت في العمود كله ما بيتغيرش لانها طريقة الاستهلاكات المتساوية حطيت الاستهلاك المتساوي بطرح الاستهلاك المتساوي من رصيد اول الفترة الاولى او من القرد الاصلي عشان هو رصيد اول الفترة الاولى يديني رصيد آخر الفترة الأولى دايما رصيد آخر الفترة الأولى هعتبر رصيد أول الفترة التانية وبعدين أشتغل بنفس الطريقة خلصت الثلاث خانات دول هيبقى عندي خانتين لسه فاضين خانة الفوائد وخانة الاستهلاء وخانة القص اللي عندي نيجي لخانة الفوائد أو لرصيد أول في المعدل في الشهور على كام على 12 أو في وحدة الزمن بتاع القص على كام 12 دي خانة الفايدة طيب بالنسبة لخانة القص قلت لك خانة القص بيساوي خانة الفايدة زائد الاستهلاك المتساوي وبمنتهى البساطة وتجمع طيب امتى أجمع الجدول يا مصر لو الفترات كاملة لو الفترات كاملة إنما لو الفترات غير كاملة لا معنى لجمع الجدول لأن حضرتك لما تجمع هتجمع شيء جزئي فمش هيديك المدلول الرياضي للجدول زي ما يكون الجدول كامل تعالوا نشوف كمان تمرين على هذه الطريقة ونتضرب أكتر على طريقة الاستهلاك المتساوي لأنها من الطرق المهمة جدا 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 وبتيجي فيها أسئلة كتير وعندنا الكتاب المدلسي كتاب غني جدا بالتمارين والتمارين المحلولة أو التمارين الغير محلولة وهو طبعا المرجع الأساسي لنا كلنا تعالوا نشوف كمان تمرين بيقول لي اقترض شخص أربع تلاف جنيه اقترض شخص أربع تلاف جنيه يبقى هنا هذا الشخص خد كارد أربع تلاف جنيه لمدة سنة خد بالك كويس قال لي مدة كام سنة يفرق معايا جدا أني وأنا بشتغل عيني تبقى كويسة على التمرين بحدد كل شيء بدقة كده أنا حددت الكارد حددت المدة كلها حددت المعدل السنوي بتاعي وقال لي بأقصاط ربع سنوية خد بالك الناس الشطرة اللي اشتغلت معانا في الترمي الأول وكانت متابعة شاشة قناة مصر للتعليم الفني عارفة أني قلنا قبل كده أقصاط ربع سنوية هي ربع السنة كام قلت لي ثلاث شهور أو اضرب 12 في ربع وقسم 12 على الأربعة يبقى على طول 3 شهور وإحنا شغالين كده بنتطلع الحاجات دهيت طيب وطبعا السنة هنا أقدر أحولها له لـ 12 شهر اللي هي واحد في 12 بـ 12 شهر طيب هنا قال لي إيه؟ قال لي بأقصاط ربع سنوية متساوية من الأصل فقط خد بالك الكلمة المهمة مفتاح المسألة اللي اتفقنا عليه ده قال لي كلمة من الأصل فقط يعني إيه دي يا مستر؟ يعني دي طريقة الاستهلاكات المتساوية حتى لو هو ما قالهاش أنا خلاص عرفت لما قال لي من الأصل فقط مع دفع فايدة على رصيد في نهاية كل 3 شهور فاكرت 3 شهور اللي احنا قلناهم أهم بمنتهى البساطة ركزوا ركزي معايا في التمرين ونقرأ الرياضة بطريقة سليمة كل معطى في التمرين بيكون له دلالة يكون له أهمية ابتدي طلع معطياتك استخرج مسألتك بطريقة احترافية كل معطى اكتبه قدامك القرد قل لي ب4000 المدة كلها بسنة يعني واحد في 12 ب12 شهر المعدل اللي عندي ب10% وحدة الزمن اللي عندي ربع سنة يعني 3 شهور حطت اللي 4 معطيات قدامك خلاص الدنيا هتبقى جميلة معاك وهتبتدي توضح لي انك عرفت نوع المسألة او طريقة حل المسألة لانه قالك من الاصل فقط من الاصل فقط يبقى دي طريقة الاستهلاك الايه المتساوي يبقى زي ما اتفقنا مع بعض دايما 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 هتطلع معطياتي الاول فعلشان كده هقول له مع بعض اهو اقترضا شخص 4000 يبقى اول حاجة احدد ان القرد بتاعنا بكام ب4000 لمدة سنة يبقى دي المدة كلها واحد في 12 ب12 شهر بمعدل فايدة 10% ووحدة الزمن اللي عندي 3 شهور لانه قال لي انها ربع سنوية 3 شهور لانه قال لي انها ربع سنوية طيب بعد كده اعمل ايه اقول له اول حاجة انت عايز الاستهلاك المتساوي برافو عليك بس قبل ما اجيب الاستهلاك المتساوي لازم اعرف لازم اعرف كويس عدد الاستهلاكات مش هقدر اجيب الاستهلاك المتساوي من غير ما يكون عارف عدد الاستهلاكات المتساوية طب عدد الاستهلاكات احنا قلناه في بداية حلقتنا او في التمرين اللي فات عدد الاستهلاكات بيساوي المدة كلها على وحدة زمن طب ما انا عندي المدة كلها وعندي وحدة زمن يبقى الموضوع معاك بقى موضوع بسيط جدا 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 والدنيا هتبقى سهلة معاك لما أجيب عدد الاستهلاكات اللي هي النون بتساوي المدة كلها على وحدة زمن المدة كلها بتساوي ايه برافو عليك سمعك وانت بتقول لي 12 شهر على وحدة زمن 3 يبقى الاستهلاكات اللي عندي اربع استهلاكات او يستهلك هذا القرد على اربع فترات طيب الاستهلاك المتساوي برافو عليك الاستهلاك المتساوي بتاعنا بيساوي القرد على نون يعني اللي 4000 على النون بتاعتنا باربعة قدرنا نحصل على الاستهلاك المتساوي اللي قمته الف جنيه جبت الاستهلاك المتساوي تمام برافو عليك فكرني بعد كده بعمل ايه على طول بنرسم الجدول الجميل بتاعنا فكرين الجدول بتاعنا بيترسم ازاي؟ افكرك تاني بطريقة الجدول بتاعتنا اهو ده جدول استهلاك القرد بطريقة الاستهلاك المتساوي كلنا شطار خلاص وعرفنا طريقة الاستهلاك المتساوي انها جدول من 6 خنات اول حاجة اهي بنقول بمنتهى البساطة كده الفترة وبعدين رصيد اول الفترة وخانت الفايدة وخانت الاستهلاك المتساوي وخانت القص واخر حاجة خانت رصيد اخر الفترة تعالى مع بعض كده ادي الفترات اللي عندي واحد اتنين تلاتة اربع فترات رصيد القرد اول الفترة وبعدين خانت الفايدة وخانت الاستهلاك المتساوي وخانت القص وخانت رصيد اخر الفترة ومحتاجة افكر اعزائي الطلبة والطلبات ان القص ده بيساوي الفايدة زائد الاستهلاك وان رصيد اخر ده بيساوي رصيد اول ناقص الاستهلاك المتساوي يبقى لما هنيجي نحل مع بعض افكرك تاني ان التمرين عندي كام فترة اربع فترات نمسك فترة فترة ادي الفترة الاولى وادي الفترة التانية وادي الفترة التالتة واخر حاجة الفترة الربع سمعك وانت بتقول لي بداية الحل بتبدأ بالقرد الاصلي اعلى اليمين فوق بحط القرد الاصلي ان رصيد القرد اول الفترة الاولى اللي هو كام اربع تلاف اللي هو كام اربع تلاف وسمعك كمان تقولي الاستهلاك المتساوي سابت اربع تلاف ناقص الف براف تلات تلاف وابدأ بيها الفترة الجديدة تلات تلاف ناقص الف الفين وابدأ بيها الفترة الجديدة الفين ناقص الف يبقى الف وبعدين ابدأ بيه الفترة الرابعة الف ناقص الف زي ما قلتلك بتساوي صف طيب بعد كده ايه اللي هيحصل على طول على طول تقدر تقول لي فايدة الفترة الاولى اربع تلاف في المعدل السنة واللي عندنا كان معدلنا كام عشرة في المية في الشهور عندي تلات شهور يطلع فايدة الفترة الاولى مية وفايدة الفترة التانية خمسة وسبعين وفايدة الفترة التالتة خمسين وفايدة الفترة الرابعة خمسة وعشرين الاست هنجمع الرقمين دول او الفايدة والاستلاك المتساوي يبقى 1100 القصة الأول 1075 القصة الثانية 1050 القصة الثالث 1025 لو عاوز تجمع مجموع الفوائد اللي عندك هيطلع 250 مجموع الاستهلاكات يجب يدي القرض الأصلي آخر حاجة مجموع الاقصات تجمع الاتنين دول أو تجمع دول يبقى 4250 اللي هو مجموع الفوائد زائد مجموع الاستهلاكات المتساوية وبكده دي كانت طريقة الاستهلاكات المتساوية وللأسف وقتنا انتهى دايما دايما بنسعد بلقائكم وان شاء الله على وعد وامل بحلقات جديدة في مادة الرياضة المالية ان شاء الله ألقاكم على خير ودايما دايما متفوقين مع شاشة مصر للتعليم الفني أشكركم